يعني اتكلم النهاردة عن عملات سمال عملات النباطية وانا قلت برضو نفهم مع بعض يعني اين النباطية فدخلت الحقيقة على جوجل برضو قلت ادور كده معنى كدمة نباطية في المعجم فلقيت نباطية هي قوم من العجم ناسيان ذكر الكلبي انهم من اهل باب القدماء ففي هذا ما يفيد ان النباط قوم من العجم كانوا من اهل العراق قبل الاسلام وفي صدره الاول وقد يكون لهم بقايا في العراق حتى الان ولهم لغة يعرف بعض الفاظها في بعض العرب وفي واحد اسم ابي يحيى كان بيسموه ابي يحيى النرسي وهو عبدالاعلى ابن حماد ابن نصر وسمي النرسي لان النباط كانوا اذا ارادوا ان يقولوا نصر كان يقولوا نرس ده فوقتها يعني كان فيه كده حاجة لفظة بيقولوه معين يعني فبيعرفوا اهلها اهل العجم بيتعرفوا بالكلمة دي فكان بيطلقوا على الشخص ده ان هو اللي هو عبدالاعلى حماد كان بيطلقوا عليه النرسي نسبة الى ان هو من النباط النباط وعشان كده النهاردة قلت دي مقدمة هنقدم ان شاء الله عليها قطع نباطية قلت بس ان عرف يعني نباط الاول وبعدين نقدم القطع بنقدم النهاردة تلات قطع للعملات النباطية اول قطع مسكوكة نباطية اللي لونها اخضر دي الحارس الثاني سكت على قطعة بطليموس ويظهر هذا واضح على وجه تايكا من الجهة اليومنا ايز يوجد كلمة بطليموس اللي هي تعني الملك ويظهر على ظهر المسكوكة شكل العزراء العروسة يعني اه وقد سكت فوق رأس ديوس دي قطعها اللي هي لونها الاخضر ده والقطع التانية اللي هي الفضة قطع من الفضة زي قطعة الحجر كده او الزلط اللي عندنا اه بس هي قطعة عملة واثار قطع نباطية برونزية اه حارس الرابع وقد حملت رمزا غريب وهو عبارة عن سبلة او سعفة بتاعت ناخلي يعني يتوسطها دائرة ويخرج منها فرعين جانبيين قد يكون رمزا للطب دي القطع التانية اللي هي برونز بس شكلها فضة انا قلت فضة او مش هفتها هي من البرونز برضو شكلها هنشوفها مع بعضين قطعة التالتة دي مسكوكة روعة عبارة عن قطعة نباطية دي الحارس الرابع وفيها شخصين كده شبه لهنود الخمر دي القطعة الثالثة انا قلت دي مقدمة للعملة النباطية وعرفنا اهل العلاقة ان هم فيهم الناس دي او الجماعة النباطية دي والثلاث عملات دول بنقدمهم على سبيل نحن نعرف العملات دي ولو موجودة مع حد منكم دي اصار يورهانا برضو ان شاء الله ان اضلوا قيمتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة